ارتفاع درجات الحرارة بالعراق فوق الواحد والخمسين والغيم نزع للعراقيين والاحتباس الحراري واصل لنهاية المؤشر وفوق هذا كل بلاد الرافدين يحاصرها العطش جرس الخطر دقتها لأمم المتحدة بسبب الجفاف بس ليش الجفاف؟ وش لهم بلد بي نهرين؟ يعاني عطش وجفاف الأمم المتحدة قدرت أن أكثر من 160 ألف كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية في العراق تحولت إلى صحاري جرداء والمشكلة الثانية ملوحة المياه اللي شكلت ضربة قاضية لقطاع الزراعي في العراق وهذا القطاع كان يشكل نسبة كبيرة من الحلول الاقتصادية للعراق سواء بالنتائج أو بالمنتوج المحلي اللي يغطي حاجة السوق أو بتوظيف اليد العاملة القطاع الزراعي كان سابقا يوظف 20% من إجمال اليد العاملة في العراق اليوم حتى المزارعين بدوا يهجرون الزراعة بسبب الجفاف وأصل المشكلة السياسات المائية بالعراق زيان إلى متى بلاد الرافدين ليحاصرها العطش وليش تحولت أرض العراق الخضراء أرض السواد إلى صحاري جرداء ومنه المسؤول عن تناقص مياه دجلة والفرات وهي أسئلة راح نطرحها اليوم في حديث بغداد اللي هي بعنوان العراق قد لا يزرع شيئا في الصيف المقبل شكرا